تولي الدولة اهتماما كبيرا في متابعة تنفيذ وتطوير القرى الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث تشهد محافظة أسيوت تطوير البنية الأساسية في 149 قرية وتحسين المستوى المعيشي للفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوة آخر تطورات أعمال قطاع التعليم بقرية سانبو بمركز ديروت بمحافظة أسيوت رصدها لنا مرسل دي أم سي محمد سعيد أهلا بكم مشاهدين من داخل قرية سانبو بمركز ديروت بمحافظة أسيوت حيث متابعة لكافة مشروعات مبادرة حياة كريمة داخل القرية احنا موجودين دولتي داخل أحد هذه المشاريع وهو تطوير للمدرسة بالقرية ومعي الآن المهندس سامينة إبراهيم وهو منصق عام مبادرة حياة كريمة في محافظة أسيوت بشمهندس طبعا برحب بكم عاشد دي أم سي في البداية ويريد تطلعنا على الإسهامات مبادرة حياة كريمة في هذه المدرسة والمشروعات الأيضا الخاصة بالجانب التعليمي داخل قرية سانبو أولاً هل سأل بحضراتكم وبالساد المشاهدين احنا هنا موجودين في مدرسة منشية ناصر المشتركة هي مدرسة ابتدائي وإعدادة اللي تم هنا هو عادة تأهيل وترميم وتجديد للمدرسة نفسها بشكل كامل زي محضراتكم شايفين شكل مدرسة من كل النواعي هي سواء دهنات طبليت صبرات تجهزات الكلام ده كله بحيث ان احنا نوفر للطلبة والتلاميذ ابتدائي وإعدادي البيئة التعليمية المناسبة ليهم بشكل لائق تكون في حاجة تعليمية ويتلقوا في بيئة تعليمية مناسبة لكم التطوير وكم المبادرات اللي بتحصل كمان احنا عندنا في مبادرة حياة كريمة محور أساسي هو محور بناء الإنسان ويمكن مشان لقى أكتر من التعليم والصحة هو الأساس في بناء الإنسان فده اللي بيتم عندنا من خلال مبادرة حياة كريمة ومن خلال مؤسسة حياة كريمة ان احنا بنشوف كل طلبات الجانب التعليمي والجانب الصحي احنا عندنا هنا المدرسة تم تجددها هي فيها خمس فصول ابتدائي وحوالي 13 فاصل إعدادي وفيه جزء تاني بيبقى صباحي كمان موجود فسواء بنعمل هنا بقى زكان عادة تأهيل ترميم فيه عندنا بعض المدارس كمان سواء في بعض الكرة بيتعمل فيها إنشاء مدارس جديدة إضافة ملحق دراس جديد ده بيبقى الهدف منه زي ما قلت في البداية هو خلق بيئة تعليمية ملأمة ومناسبة لأولادنا والتلاميذ والطلبة الحاجة التانية بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقلل الكسافة يعني في بعض المدارس اللي بيتم فيها إضافة ملحق جديد أو فصول جديدة بيتم تقليل الكسافة الطلابية فيها كمان عندنا لو هنتكلم بقى عن محور الصحة زي ما ذكرت قبل كده محور الصحة محور مهم جدا ومتطلب أساسي من متطلبات الحياة داخل كرة ريف المصري وداخل كرة محافظة أسيوت فبنعمل مجموعة من الوحدات الصحية برضو أعادة ترميم للوحدات أو أعادة بناء أو إنشاء وحدات صحية جديدة وكلها هتكون على طراز تأمين الصحي الشامل ومنظومة تأمين الصحي الشامل فهتبقى نقل نوعية كبيرة جدا لنا والأهلين في كرة ريف المصري مهندس مينا إبراهيم برحب بيك مرة تانية وبشكرك أنت كنت معنا عشرة ديمسي شكرا للمشاهدين بحضرتك وشرفتونا نورة ونسأل بحضرتكم مشاهدين كما تابعنا سويا دي كانت لمحة أو نظرة على هذه المدرسة مدرسة منشية نوست داخل قرية صنبو بمركز ديروت بمحافظة أسيوت ده واحدة من الجوانب أو واحد من الجوانب اللي بتشتغل عليه مبادرة حياة كريمة داخل قرى مصر كلها وتحديدا الآن داخل قرى الصعيد عودة مرة أخرى للستوديو